لو انت واحد بتسافر كتير سواء مسلا كان في اوروبا او في دول خليج او حتى في الشرق الاوسط فانت اكيد الاختراع اللي موجود معي النهاردة ده انت اكيد هتحتاجه جدا لان الاختراع اللي معاي دوت ده بيدعم يعني جبيع مداخل الكهرباء بتاعة دول العالم وفي طبعا مميزات تانية كتيرة هنعرفها في حلقة النهاردة ان شاء الله بس لو شفت الحلقة واستفدت مني حاجة ما تنخلش عليها بلايك كومنت جميل ازاك كده اشتركوا في القناة وانت مش مشاهدك اتفعل زر الجرس بيالله بلينا يا شباب اه طب يا جماعة رجعنا طبعا بعد الانترو كالعادة نخش عطل في معضو الحل طب ازا حاشا شايفين يا جماعة ادي شكل العلبة هو من قدام انا طبعا كالعادة يعني اي بحب طبعا اوري شكل العلبة انا مش الناس لو في اي معلومات عايزين يخدوها عن المنتج او حاجة انا شكل العلبة هو من قدام طبعا بيقول لك ان هو يعني شغال الايباد والايفون والسويتش والاندرويد كمان فشغال له كله يعني وهنا طبعا بيقول لك ان هو بيديك خمسة وستين واط وطبعا شغال بالتكنولوجيا او بالتكنولوجيا وطبعا التكنولوجيا يا جماعة اللي مش عارفها هي باختصار كده ان هو يعني بيعمل لك جهاز او بيعمل لك منتج بيسمح لك ان هو يديك سراعات شحنة عالية جدا وفي نفس الوقت ان الجهاز ما يسخنش او درجة حارة طبعا ما تعلاش يعني طيب ودي كمان شكل العلبة هو من الجنب مسلا وهدي من وراء هوت وهدي من ناحية التانية طب فوق هنا بقى من الكم ده كله وان دي بقى لمنتج ذات نفسه طبعا شكل العلبة يا جماعة هيوات يعني بتبتفتح علبة مجوهرات بصراحة اقول كده بسم الله طب ادي شكل بتاع هوت طبعا هنا بيه بقى اللي هو ورق والكاتالوجيات والحاجات دي كلها مانا اجدعوا بيها وهدي يا جماعة شكل الشاحن ازا تنفسه او يعني ما عاربش بقى سميه المجبس بتاع الكهرباء بقى ولا نسميه ايه يعني بس ادي شكل اهو لو ناخد بالنا بقى هنا اهو دي كل المداخل زي ما قولتلك يا جماعة كل العالم بقى اوروبا افريقيا شرق اوسط شرق مش اوسط هنا كله يمعلم بيشتغل معاك طيب ازاي بقى الكلام ده بص ما حتى شافين كده هنا فيه ترى الظهر في الجنب اهومت هنا طبعا فوق انا بقول لك كله يو اس ايه واي يو اس اي واس دي مش عارف اه اكيد اس يا بقى ولا ايه مش عارف يعني المهم انت لما تحركك من هنا كده بص يا جماعة بيطلع معاك هنا ايه بيطلع معاك هو ده المدخل مش عب تاعي اليابان تقريبا او امريكا او حاجزة كده وطبعا الحديدين تمت انت موكن برضوك بتلفهم كده وتلفهم كده طبعا ده مدخل بيصلح برضوك يعني لبلدات ما انا بصراح مش عارف ايه البلدة دي بس عامات يعني اموكن برضوك تلفهم ناحية التانية كده وهنا كده كمان فبيجي معاك بالمنظر ده او بيش كده او ترجعها تاني ايه في النص كده زي ما كانت طيب هننزل دي كده وتطلع البتاعة التانية دي طبعا السويسية هنا هي اللي هي بتاعت طبعا ايه دول الخليج وكده مردوك لو نزلتها هنا كده وجيب بقى رفعة التالتة مثلا هنا التالتة ايه ده ببقى اللي هي بتاعت مصر واخدوا بالك يا جماعة هو ده المخرج الوحيد او المدخل يعني اللي بيديك الخمسة وستين واط تمام لان المداخل الاتنادي هنا برضو فيه اتنين ايه يو اس بي طيب سي وفيه اتنين ايه تايب ايب اللي الاربعة دمت كل واحد فيهم بيدي خمستاشر واط ما بيديش الخمسة وستين الوحيد بس اللي بيدي خمسة وستين هو هو المدخل اللي هو بتاع اللي هو لونه بالبرتوآن ده يعني انه متانين بالخمستاشر فبصراحة المنتج ده ممتاز جدا هو من شركة جماعة يعني المنتج ده مفيد جدا يعني انا عن نفسي هحطه تحت المكتب عندي كده ولزقه كده في المكتب اه دخل بقى اي فيش اي حاجة عايز اوصل اي كابلات اي حاجة من حاجات دي كلها هيبقى مفيد جدا. انا طبعا المنتج ده كنت اجابه من السعودية احاولوا شوف لكم لولير رابط هنا عندنا في امازون مصر او حاجة سوي لكم في صندوق الوصف فبصراحة المنتج ده رأيي فيه انا ارشحه بكوة جدا منتج ممتاز جدا للناس اللي بتسافر كتير او الناس اللي يعني بتروح بقى يعني دول مختلفة وكده وبتاع وبنسبة لي انا بس افتش كتير ولا حاجة بس انا نسبة لي جايب هو هحطه تحت المكتب زي ما قلتلكم او هنا بقى المدخل اللي هو بتاع الكهربة ده وصل في اي حاجة انا عايز اوصلها واللي عايز اوصل بقى يو اس بي اوصل يعني شحن حاجة بتاع اي سماعة اي حاجة كام ده كله عندي هنا مداخل او يعني طايب سي بقى ويو اس بي اي بابرحتي زي ما انا عايز يعني فباش ابدأك المدروحات النهاردة لو المنتج عجبك او استفدت مني حاجة ما تبخلش على بلايك كومنتجي ميزاك كده اشترك في القناة وانت مش مشترك فاعزر الجرس وبس كده يا شباب سلام